اشتركوا في القناة جديد في الفلبين بالعربي والنهاردة معنا ضيوف بسمناه مشاء الله يعني النهاردة يعني في 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 اقبال كبير جدا من ناس حبيبنا الاستاذ احمد والاستاذ ابراهيم والاستاذ اسامة والاستاذ سامر. مشاء الله يعني احنا النهاردة اه مجتمعين كده وبنتكلم بقى ايه يعني اه هيكون النهاردة الصهرة اه كله اخر اجازات بقى. فاحنا هنتكلم النهاردة عن ايه عن حاجات كتير كده اه معلومات مهمة تفيد الناس. فاحنا بنرحب انا برحب اه استاذ احمد والاستاذ ابراهيم والاستاذ اسامة والاستاذ سامر. شرفتونا يا جماعة. اخباركم ايه يا جماعة? اخباركم ايه? والله نشكر الله. الحمد لله. الحمد لله. والله التلاتة اللي قدامك دول ما عندناش اعصار ما عندناش ولا حاجة عن الاعصار نهائي يعني احنا اي شيء. اه ولا ولا الدموع يعني. اه ولا الدموع. اه ربنا يبد عننا الاصير بالله عليك. ربنا يبد عننا الاصير. واحنا في اماكن متفرقة يعني اخدين. يعني احنا اخدين في اماكن متفرقة يعني احنا شمال شمال الفلبين ووسط الفلبين وشبه جنوب الفلبين. اه فيعني العبدالله شبه جنوب الفلبين للستاذ ابراهيم وسط الفلبين للستاذ احمد شمال الفلبين. فاحنا متفرقين فما الاعصار ولا كان فيه اي حاجة. الاعصار موجود في اه يعني موجود العصرف لجازبي وانتقل لمنطقة وكان اخد شوية من باجيه معاه وسلامه عليكم على كده. وانتهت القصة. يعني الحمد لله ان هو مر بسلام. مساء الخير يا رساس حسن. الحمد لله. بس هي موسم عاصير عندكم حاليا. انه هذا الموسم ببلد ست سبعة تمانية صح? اه يعني حيبتدي الاعصير يعني تبتدي الاعصير بقى تبتدي تشتغل. الله يحميكم جميعا يا ربو يحمل زميع. الله يخليك. اه النهاردة انت كلمتنا يا استاذ احمد على موضوع الجي كاش. اه 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 ايه اللي حصل النهاردة في الجي كاش? كل ما كل ما حط الرقم تبعي. اه بلي يغير شي اسمه الواي فاي. غيرنا الواي فاي. اه. بعدين بيسكر بعدين بيعمل لك دم لحاله. بعدين بيطلع الرقم. اه. اه. مو بس انا وفي كتير ناس يعني. طفيت التليفون وشغلت تاني. طفيت التليفون وشغلت تاني. اه. مو بس انا في كزا واحد كمان اللي حوالي كمان. يبقى ممكن يكون عاطلة عندك في الابراج. على العموم ان انت زي ما قلت لك انا انت اه تجيب اللوش البطاقة اللي هي سيبوانة اربعة وعشرين انت بتروح بالبطاقة اللي هي بتاعتك او بتروح بالجواز بتاعتك بتاعتك بتروح بتاخد سيبوانة اللي هي تمام بتاخد حساب زيه زي بالزبط زي اه وممكن كمان تعمل برضو نفس القصة او تعمل ببال نفس القصة. طب انا حسألك سؤال قبل ما نبتدي المواضيع بتاعتنا نهائيا تمام? حسألك سؤال. اه انت ايه نظام العمل بالنسبة لك من عن طريق لزادة سيلر او انت على ما اظن على لزادة سيلر صح? من لزادة? انا مو بس لزادة. انت لزادة وشابي لزادة وشابي وفيسبوك اه والماركتنج والماركتنج على فيسبوك. ايه على فيسبوك. هل انت معلش يعني مع احترامي لك انت متقولش الرقم ان انت يعني مثلا بتصرف قديه. هل اللي انت بتربحه من من الماركتنج هل بتقدر تصرف على بيتك? هلا كوني انا مبتدأ يعني مو زيادة يعني بس يعني يعني فينا كتقول يعني لأ بدي اعطيك الرقم مشان يعني مشان كو سريح. طب قول الرقم قول الرقم قول الرقم. يعني باللحدود يعني الصافي الصافي يعني لانه نحنا شخصي لانه انا ومرتي. اه اه. يعني عم نتعاون مع بعض. يعني عم طلع عنا باطناش لتاتاش. اتناشر تلتاشر. طب هل بيكفوك الاتناشر تلتاشر? والله الشهر بيكفوا شهر ما بيكفوا لانه لانه من شهر لشهر بيختلف. يعني عشرين الف يكفوك. اي يعني عشرين الف يعني ممتازين يعني انا ومرتي وبنتي مع اجار بيتي مع كله كامل يعني بكفوني وزيادة. طبعا انت بتدفع اصلا ضريبة من عن طريق يعني انت بتاخد ضريبة وبتدفع ضريبة وبتدفع كمان او هو بيكون على حساب العميل ذات نفسه المشتري. تمام? فانت بتكمل ضريبتك كاملة صح? كامل كامل ايه. اه كامل كامل يعني. ايه انا باخد صافي الاربع. اه. لكن الموضوع لسه عشان انت لسه مبتدئ بس. الموضوع انت لسه مبتدئ فالموضوع مش. اه مش. اه. اه. كمان لانه نحن في عدة يعني كزا اشخاص معنا يعني. اه. وين مقيم حددك يا الله. وين مقيم? اه. انا ببطنجس بمدينة لبا. او حلوي لبا افضل. حلوي مدينة لبا. والله انا استاذ حسن كل مرة بقول محدش يروح شارع بورجوس. ابووس ايديكم محد يروح شارع بورجوس. يا جماعة الخير محد يروح شارع بورجوس. بالله عليكم. الاستاذ حسن بيقول لك. حبيبي واحمد اه اه. 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 في قضية والله حصلت لنا. انا وصديقي امس في مكاتب في شارع بورجوس. يا شباب انا احذركم تمشوا في هذا الشارع. انا بقول للناس ما تروحوش شارع بورجوس. عشان شارع بورجوس في مشاكل كتير. احذركم. في مشاكل كتير. في عرب اه في عرب. لكن في مشاكل كتير. فانت ما تحطش نفسك في الشبهات. يعني ما تحطش نفسك في مكان الشبهات وترمي نفسك فيها. اه. ابو احمد ده غلب العرب الموجود هناك ما هم بيكونوا هناك عشان يتصيدوا العرب الجايين سياح. اه. اه حنخش في النه. اه. بدي عارف انا شارع بورجوس شوفي انا ادي اصلي انا هون. ما رحت له ولا ابدو رح له يعني شوفي. والله ولا انا ولا انا رحته والله. القسم بالله انا ورا رحته. انا بما رحته بس بسمع عنه سماعات كتير. والله ولا انا رحته. ومصائب احنا ومصائب احنا. يعني من اللي بروبات اللي مشترك فيها فيها مصائب. نعم. يعني من الاخر اللي بروب اللي هنيك هو راس براسه ليك. اه. هو شاي يعني شاي المصبته على كتف بقى. شاي المصبته على كتف. ايه. ايه. شاي المصبته على كتف. اه. معشان كانت كفين. بروح الى غاية لا. في غاية اناس بروح الى بورجوس. مشور بشغلات معينة احنا. ايه. المهم انا حستاذر حضراتكم هكلم كلمة كده طويلة شوية تمام وبعد كده هنمتدين نتكلم في مواضعنا. اه في اليومين اللي فاتت اه في ناس اه لغط على اه يعني كتير وكلام كتير على قناة الفلبين بالعربي وعلى قناة اه وعلى اه على اسمي انا وعلى صفتي انا وشفتي اسمي انا فعليا. والكلام ده اول مرة الستاذ ابراهيم والستاذ اسامة يسمعوه. شفتي اسمي انا في جروبات اه عربية وشفتي اسمي اه بالناس بتتكلم. اه اه بيتكلموا عن الفلبين بالعربي اه طبعا فيه بيتكلم بالخير وفيه بيتكلم بالسوق. ويعني اللي بيتكلم بالسوق انا يعني ايه مرضيتش هرد عليه. والمشكلة ان الناس ما تعرفش ان انا اه مشترك فيه اكتر من حاجة وستين جروب اللي كل حاجة عن الفلبين. كل شيء ان كان في الواتساب او تيليجرام او يعني من درجة الناس بتبعاتلي مثلا اللي انك اقول له قديمة. تبعاتلي مش عارق اقول له قديمة. فا اه اه في الاربعة وستين جروب دول او اكتر او خمسة وستين جروب انا مشترك فيهم. فالناس انا شفت اسمي وشفت اه حاجات بتتدول عني. اه اه اللي حبيت اقوله بس ان انا حشرح النهاردة مين هو محمد. اه اه واللي تم تجذيبه كزا مرة. واللي تم اتهامه كزا مرة. واللي تم التشكيك فيه كزا مرة. واللي تم اتهامه بانضمام لجماعات مش عارفة بصر ايه. وبالنصب والاحتيال والكلام ده كل. فانا حشرح اقول مين انا. وبعد كده نبتدي بقية الفيديو. تمام? بقية البس المباشر. انا اسمي محمد عبد المقصود. سبعة واربعين سنة. اه انا الابن الوحيد لابوه. والدي الله يرحمه. توفى وانا عمري عند تلاتاشر سنة. حاصل على مؤهل فوق المتوسط اه زراعة يعني اعتبر مشرف زراعي ومقيد في اه اه وزارة الزراعة في في مصر كمشرف زراعي وحاصل على ستاشر دورة في البرمجة ببرمجة السي بلس بلس والفيجوال بيزيك والكلام ده كان في الفين ومن اه من الف تسعمائة ستة وتسعين من اول ما ظهر الويندوز خمسة وتسعين حتى الفين وي ستة كنت باخد برمجة في السي بلس بلس والسي شارب والفيجوال بيزيك والفيجوال بيزيك دوت اتخاذ القرار. وده لسبب اننا عشان كالناس اللي بتقول علينا ان انا اخوان اه انا كنت حزب وطني. كنت حزب وطن طبع الرئيس مبارك يعني. فدي حاجة عشان بس الناس ما تبضلش تقول والقيلة والقال وبتاع. عشان بس انا في ايه? انا هنا في ورق مجهزه. عندي ببعض الاشياء. اه حاصل على اه شهادة من اه من وزارة العمل بممارسة اه اه صيانة الحاسب الالي والشبكات. وكنت انا اشتغلت في القوات المسلحة مش في القوات المسلحة اشتغلت تابع لبعض الاماكن في القوات المسلحة لعمل شبكات اه الانترنت وشبكات التلفزيونية الداخلية واستمرت فيها حتى وصلت للكويت. وصلت الكويت واشتغلت فيها اول تلات سنين كآآ يعتبر آآ مندوب شؤون وجوازات وتوسيق اوراق ومعاملات. فكان بتعرض لي ان انا بتعامل مع الورق الفلبيني الورق الهندي الورق من تراجم من ده من ده. بتعامل مع الصفارة من هنا. بتعامل مع وزارة الخارجية من هنا. بتعامل مع وزارة العدل من هنا. فااا استمرت تلات سنين على ان انا بروح اوادي ورق ووصقه واجيبه وارجع واجيب واروح وكده سيد احمد الظاهر عنده الكهرباء قطعت او حاجة زي كده. فكنت بروح اجيب اه يعني اوراق واوصقها واعتمدها وترجمات وكنا يعني ايه متبهدرين في الموضوع. الى حين ان انا اه. اشتركوا في القناة